السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض جيكة السنيكرز. بس قبل ما نبدأ الفيديو اتمنى تعملوني اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس. وتعملوني لايك عشان يوصلكم كل جديد. يا ده بنا نبدأ المكونات. عندنا هنا تلات كبيات من الدقيق الا تلات معالي. و تلات معالي كاكاو. و حوالي تلات معالي نشا. اي ده علشان احول دقيق بتاعي. وعندي اربع وزباداية. وحوالي كوباية اللي ربع سكر او كوباية سكر. وكوباية اللي ربع زيت. و اربع بضوت. و اه كوباية مياه سخنة مغلية. و بيكنج بودر و بيكنج سودا و محسن كيك وفانيليا. طبعا انا اقول للمكونات تاني مع بعض احنا شغالين. زي ما احنا شايفين كده هنا انا عب افصل البياض عن الصفار. بالشكل ده. بفضل اه احط البياض في القشرة دي. اه الصفار في القشرة دي والقشرة دي لحد ما البياض كله ينزل في طبق. زي ما احنا شايفين كده. و دي اسهل طريقة الفصل البياض عن الصفار يعني. زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. انا هنا خلاص كده فصلت البياض عن الصفار. هنعملها بقى بطريقة سهلة قوي ولا هنحتاج بقى مضرب كهرباء ولا خلاط ولا اي حاجة خالص. انا هعملها يدوي وهنشوف ازاي هنعملها يدوي وهتكون العجينة بتاعتي هشة. وطريقة قوي قوي كاين تيجب تكل الجاتوه بالضبط. نفس اه العجينة بتاعة الجاتوه. شايفين انا هنا باضرفها مضرب مضرب اليدوي. الخفقة هيستمر معايا حاول عشر دقايق وهيوصل بالقوام اللي احنا شايفينه ده. للناس اللي ما عندهاش مضرب اه قهرباء. انا عملتها لكم النهاردة بمضرب يدوي. شايفين جميلة زي فضلت اضرب فيها عشر دقايق. بس محتاجة جميلة شوية. ووقت بس. يعني هم عشر دقايق ضرب آآ مستمر. وفي اتجاه واحد. عشان طبعا ما اخرجش الهوى منها. كده خلاص انا خلصت البيض. هبدأ بقى ان انا اضرب السفار بتاعي بنفس الطريقة. وطبعا هضيف السكر بتاعي واحدة واحدة. شوية بشوية. انا هنا مستخدمة كبات سكر. انا برضو هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. علشان آآ اللي بيحب يشوفها بالزبط. وما يتلغبطش معنا. آآ هنا انا حطيت كبات السكر بتاعتي. زي ما احنا شايفين كده. وبدأت ان اضرب فيها كويس قوي. لحد ما السكر يدوب فيه استفغار. وبعد كده هنزل بالفانيليا بتاعتي. الفانيليا السيلة دي حلوة قوي. شايفين تقل معايا ازاي? بعد كده بقى هنزل بمعلقة كبيرة من محسن الجل. آآ وعلى فكرة لو مش متوفر عندك. انا هدلوقتي هوريكي طريقة حلوة قوي. تعمل بيها المحسن في البيت. آآ بديل المحسن ده يعني. وان شاء الله هديكي نفس النتيجة بازن الله. بصوعة مزلا ده ما وجونه عند محل المستلزمات الحلواني. آآ او ممكن تلاقيه عند العطار لو عطار كويس. وبعد كده هنزل بالزبادية بتاعتي. الزبادي غير اللبن شوية بتطري الكيكب بتاعتي. هنا عندي كوباية من الزيت. ممكن تقليني شوية بس انا هنا استخدمت على التلات كوبايات الى تلات معاني دي اي. آآ كوباية من الزيت وكوباية من الزكر. وعنا فكرة الناس اللي بتطور تقول اهم حاجة نوع زيت وآآ لازم يكون زيت دورة وكلام ده. عن فكرة ده زيت عباد شمس عادي جدا. وهصلت لها معانا حلوة قوي. بس انا حطيت عليها معلقة من السمنة. يعني انت لو عندك فعلا زيت دورة اكيد هيكون افضل طبعا. بس يعني لو ما عندك مش هتوقف يعني عادي. انا هنا مستخدمها زيت عباد الشمس. زي ما احنا شايفين كده. ايه بس الفكرة اهم حاجة ان زيت ما يكونش ليه ريحة. آآ في بقى حاجة هنا بتفرق معانا قوي. وهوريكم قد ايه هي فعلا آآ مهمة. للناس كمان اللي ما عندهاش محسن كيك جيل. زي ما احنا شايفين كده. انا حطيت هنا حوالي آآ معلقة صغيرة من البيجنج صودة. اللي هي بيكربوناتو او اللي هي الكربوناتو يعني. اللي بتتحطي على الفلافل. آآ وحطيت حوالي معلقتين من الخل. هنشوف دلوقتي هتتفعل مع بعضها ازاي. شايفين الفوران اللي حصل ده? وهو ده بقى المحسن بتاعنا. هيخليه الكيكة هشة وطرية جدا وهترتفع معايا وهتبقى جميلة قوي. شايفين? الفوران اللي حصل ده بقى هو اللي هيساعد الخليط بتاعي ان هو يكون خليط هش جدا. شوف انا كل ده لسه ما ضيبتش الدقيق اصلا. وخليط بتاعي بقى هش جدا ازاي? وعصرة لمونة صغيرة قوي. حوالي يعني نص معلقة كده. دي بقى بتساعد على ان الكيك آآ يرتفع معايا برضو. يعني هنا كزا حاجة بتساعد ان الكيك يرتفع اللمون مع البيكنج صودة والخلط. وطبعا هنحط بيكنج بودر اكيد. كل ده بيساعد ان الكيك بتاعي يرتفع. وبيتكون هشة جدا. يعني بغض النظر انها بترتفع لا بتكون كمان هشة قوي. وبيكون طعمها حلو جدا. كأنك بتاكل جاتوب. يعني هيا دي لو عايز نعمل الجاتوب هتتعتمد دي الخليط ده في آآ عمايل الجاتوب. بس احنا هنا هنعملها آآ كيكة هنا بقى انا جيبت بولا وفضلت فيها الخليط بتاعنا. وهبدأ اني اقلبه بالشكل ده. جدا. عشان كل المكونات تختلط مع بعضها. وما يكونش فيها اي تكتلات خالص. بالشكل ده. هبدأ بقى اضيف الدي اي بتاعي بالتدريج واحدة واحدة. زي ما اتفقنا هنا حولت الدي اي لدي اي سبونج. يعني الخليط بتاعي هيكون مختلف شوية. هنا الكيكة آآ كيكة هتبقى كيكة سفنجية. فالخليط هيبقى تقيل. ما بيكونش خليط خفيف زي خليط الكيكة العادية. بالشكل ده. بالراحة جدا. تقدري تعتمدي الخليط ده زي ما قلت لكم في الترط بتاعتك في الجاتوهات في كل حاجة انت عايزاها هتمشي بنفس الخطوات بالزبط. مع زيادة او تقليل بقى المكونات بتاعتك على حسب ما انت عاوزة. شايفين الخليط بتاعي بدأ يتقل ازاي? عادي جدا. احنا عايزين يتقل كده اصلا. عام حاجة ان ايدي في اتجاه واحد عشان محركت الهوى اللي انا دخلته. بالشكل ده. انا هنا بضيف شوية بشوية. طبعا خليط بتاعي تقل قوي. المفروض طبعا ان انا هضيف المية بقى آآ السخنة المغلية بتاعتي. وما تخافيش خلص ان هي عشان سخنة. عادي بوزك الخليط والكلام ده لا خالص بالعكس. المية المغلية هتساعد ان المواد اللي هي بتتفاعل آآ بنصحيها تاني مغنى اصحي يعني. عشان تتفاعل مع بعضها تاني. هنا انا ضفت البيوت بتاعنا. شايفين? هنا انا البيوت طبعا آآ بحاول ان اقلبه واحدة واحدة. عشان ما خرجش الهوى بتاعه. وفي نفس الاتجاه زي ما اتفقنا. بالشكل ده. بما على احسن. انا هنا ضفت كوباية مية سخنة بس آآ بعتزر ان تقريبا ما اتصورتش. آآ عشان اخفف الخليط شوية. اخدت معي بالزبط حوالي آآ كوباية الا ربع. طبعا على حسب الدقيق بتاك وعلى حسب الخليط ما هيكون تقيل قوي ولا تقيل آآ آآ يعني حاجة بسيطة. فانتي هتشوفي بنفسك يعني. اهم حاجة ان هو هو يوصل معاك للقوام اللي انت شايفها ده. بالشكل ده كده. انا هنا لازم اقلب كويس جدا. علشان البيوت يمتزج معايا في المكاملات بتاعتي. بالشكل ده كده. شايفين كده? كده خلاص. البيوت ما بقاش ليه اي اثر. بس لازم طبعا اقلبه كويس جدا عشان اتأكد. ان ما فيش اي حاجة. ايوة بالشكل ده. هو هنا كده خلاص. آآ تقريبا آآ امتزق كله. وما فيش فيه اي آآ اصار البيض ولا اي حاجة فاتكة التلات. بالشكل ده. انا عايز الخليط يكون بنفس القوام ده. لو حسيتي ان هو اتقل من كده زي ما قلت لك هتزوزي مية سخنة. هو ده القوام المزبوط. هو كده خلاص. انا طبعا مجهزة عندي قلب آآ دهناه آآ زبدة او سمنة او اي مادة دهنية. وهحط فيه ورق الزبدة بتاعي. ده القلب الكبير اللي هو اكبر واحد في التلاتة. انا طبعا عايزة تكون مرتفعة قوة بس مش مرتفعة او برضو. لاني لسه هضيف طبقة تانية بفوقها. فانا كل اللي هميني انها تكون هشة. ومرتفعة آآ بشكل كويس يعني. فحبيت حطها في القلب ده. لو انت عايزها تكون ارتفاع اكتر من كده. او لو هتعميني مسلا جاتوب بنفس الخليط ده. هتحطيها في واحدة اصغر من كده شوية. عشان تاستملك مسلا تلات طبق هي هنا ممكن تيجي طبقتين حلوين قوي. بس لو انت عايزها تلاتة هتحطيها في حاجة اصغر من كده. او فصنية اكبر من كده. وهتقسميها هتقطعيها يعني بالجنب كده يعني قطع قد بعضها وتحطيهم فوق بعض. على حسب اختيارك وعلى حسب زوءك بقى. وبعد كده دربتها آآ في الارض كده. بغبة تصطينيها جاملة في الارض كده علشان لو فيها اي فقاعات تروح. وبعد كده دخلتها الفرن على درجة حرارة مية وتمانين. اخذت معي حوالي تلاتين دقيقة او خمسة وتلاتين دقيقة طبعا ده على حسب الفرن بتاعك. وقلبتها زي ما نتو شايفين جميلة ازاي. ظهرها آآ حلوة جدا ولا محروقة ولا فيها اي حاجة ولا معجنة ولا الكلام ده خالص. وقلبتها وبقت بالشكل ده. شلت منها ورق الزبنة وبقت بالشكل ده. هنيجي هنا بقى نعمل آآ الصوز بتاعنا اللي هي طبعا في السنيكرز اللي هنحطها. هنعملها ازاي? عندي هنا كوباية من السكر وكوبايتين من اللمان فيهم تلات معالي من النشا. وحوالي كوباية من المية. وعندي آآ فول سوداني. بقى الشراب بالشكل ده. طبعا انا مدوبة النشا في اللبن. وهبدأ بقى طبعا ان انا آآ اعمل الصوز بتاعنا. طبعا احنا عملنا الكراميل مع بعض قبل كده. وهي طبعا يعني تقريبا هي نفس الفكرة يعني. هو كراميل. هنعمله. آآ بس هنستخدم طبعا حلة استالي زي ما قلت لكم او اليمونيوم. بلاش نستغنم اي حلل من التانية. علشان ما تتجرحش بالبوز. لان ده بيحتاج تقريب كتير. هنا حطيت الحلة على النار. بس اتأكد بس انها نشفت وما فيهاش اي نقطة مية. وبعد كده حطيت السكر. هيحاول اشيل بس اي حاجة كده آآ في الحروف. علشان ما ما يتحرقش الاول واللي تحت يبقى لسه ما استويش. ويبوز مني. انا بحاول بس اسويها كده. مش بقلب ولا حاجة. انا بحاول اسويها بس. زي ما احنا شايفين كده. بالشكل ده. وطبعا النار هادية جدا. انا هعملها معاكم خطوة بخطوة عشان الناس اللي بتقول الكراميل بيبوز مني وما بعرفش عامله. وبلاقيه كالكع كده وبرميه في الاخر. لأ انا مش هفصل خالص الكاميرا وذلوقتي. ومش هسرع الكاميرا ولا اي حاجة. شايفين انا هنا حسيت ان ان في حتة ممكن تكون هتتلاسع مني. فهحطها هقلبها الناحية التانية. بالشكل ده. برضو مش هقلب ولا هالجم بها خالص. لحد بحس ان هي فعلا آآ كل السكر ساح. على نار هادية جدا. او بيتعلن نار. لحد ما هتدوب بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي. بالشكل ده كده. هنا بقى ابدأ قلب. ويفتحصن بمضرب علشان لو في اي تكتلات او حاجة يساعد معي ان هي الدوب. بالشكل ده. شايفين هي هنا خلاص ديبت خالص. تقريبا ما فيهاش اي حاجة يعني. بالشكل ده. كده خلاص السكر بتاعي ديب تماما. اهم خطوة في آآ في الحتة دي ان انا بقلب كتير جدا. علشان اتأكد ان آآ كل حاجة دبت معايا. السكر كله دب معايا. وبكون مهدية النار جدا. ولو حدثت النار كمان زايدة معايا قوي. ممكن كمان اشيلها من على النار. وافضل اقلب كده. وبعدين ننزل بقوبية الماية بتاعتي واحدة واحدة. وبخلي بالي كويس قوي. لان السكر آآ الى ساعته ووحشة جدا يا جماعة. فخلي بالكم كويس قوي. آآ يكون جنبك اطفال او اي حاجة. او آآ. او تكون معايا النار. فهيبقى صعب قوي. لأ بتكون مهدية النار. او بتشيليها خالص من على النار. هتلاقيها آآ بقت جامدة معايا قوي كده. وكتلت جامد. عادي جدا. هتبدأ تفك معايا واحدة واحدة منجرد ما تغلي. وانت مستمرة بالتقليم. وطبعا النار هادية جدا. بالشكل ده. انا هنا بحاول هفك كل الكتل اللي موجودة قدامي. شايفيني الخليط بقى زي الماية بالضبط ما فيه مش مش جامد ولا تقيل ولا اي حاجة. على فكرة انا هنا عليتي النوع شوية عشان بس مجرد تغلي معايا. وبعد كده هرجع هديها تاني. شايفين بالشكل ده. لسه فيه برضو آآ حادة موجودة في المضرب. بحاول بقى ان انا برضو استمر بالتقليم. كويس جدا. هتدوب معايا. ما تلاقيش اهم حاجة تقلبي فيها كتير. هي كده خلاص يعني تعتبر ان هي آآ دابت. بالشكل ده. شايفين كده? انا مردتش ابصل الكاميرا عشان بس تتشوفوا معايا واحدة واحدة. عشان الناس اللي بتزهق وتقولي ايه بكل مرة بيبوز مني. لأ المرة دي اهو واحدة واحدة. وهبدأ بعد كده بقى انزل باللبن آآ والنيش ابتوي. النيش طبعا زي ما قلت لكم مدوبة في اللبن. وده اتأنزل. زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده. ودأت ان انا اقلب كويس قوي. لحد ما الخليط بتاعي يبدأ يتقل شوية. برضو انا مستمرة في التقليب عشان كل الحاجات اللي موجودة عندي الدوب. طبعا في نيشا والسكر كمان عشان ما يتكتلش مني. كل ده ببدأ ان انا اقلبه كويس قوي عشان ما فيش حاجة تتكتل مني. والخليط يبدأ يتقل معي شوية. هنا عادي ممكن نستخدم نارة عالية بس اهم حاجة في الخطوات الاولى لازم تكون نار هاديا جدا. بالشكل ده. هنا خلاص تقريبا من الموضوع ابن بقيتش في اي حاجة زي ما احنا شايفين. بالشكل ده. هي كده خلاص تقل معي. هبدأ بقى انزل بالفول السوداني بتاعنا. وهبدأ اقلبه كده. انا مش هسيبه كتير عشان انا عايزة يبقى فيه برضو نفس القرمشة بتاعة الفول السوداني ما يطراش مني. بالشكل ده كده. خلاص بقى انا آآ تقريبا كده مش عايزة يتقل اكتر من كده هتطفي النار عليه. هما كفاية عليه قوي كده. يعني نستنى بس عليه غلوطين كده. وبنطف النار. عشان انا مش عاوزة آآ نجتره معي زي ما قلتلكم. شايفين? على فكرة لو عايزينه اغمق من كده ممكن تبقوا زي ما قلتلكم آآ آآ السكر والمية على حسب آآ اختياراتكم انتم. يعني ممكن تحطي مسلا كوباية وربع من السكر او كوباية ونص على آآ حوالي كوباية من المية يعني. ممكن يكون اغمق معاكي من كده. بس هو هنا طعمه حلو جدا. طبعا انا هنا الكيكة بتاعتي آآ باختبارها بخلة زي ما احنا شايفين كده. وبتطلع لو بطلعت نضيفها زي ما احنا شايفين. يبقى هي كده استبط خلاص. بعد كده اجبت كوباية من اللبن وحطيت فيها معلقة سكر. وبدأت ان انا اسقي بيها الكيك بتاعنا على رغم انه مش محتاج يعني. هو طريق جدا. وهشة جدا جدا. بس انا آآ حبيت برضو ان انا آآ اطريها شوية اكتر. وبعد كده بدأت اضيف الخليط بتاعنا. الجميل اللي احنا شايفينه ده. ايه رأيكم بقى في الجمال ده? طبعا انت ممكن تكتفي بيها يعني لحد كده خلاص يعني احنا جده خلص خلصت معنا. وهي مش محتاجة اي حاجة خالص. وهي بس هي دوب حتمنتها في تلاجة ربع ساعة. وهي تطلعها وهي بقى طعمها جميل جدا في منتهى الجمال. وحاجة سهل وسريعة قوي. والطعم فعلا تحفة. بالشكل ده. رأيكم في الجمال ده. هيحاول اقربها لكم اكتر. هي بحاول بقى هنا ان انا آآ اوزع الخليط بتاعنا في كل الاتجاهات. شايفين قد ايه جميلة? هنا انا كنت دخلتها التلاجة حوالي ربع ساعة. وبعد كده طلعتها. كان عندي هنا السكورات بتاعتي. عملتها معكم قبل كده. طبعا دي حاجة اختياري يعني لو انت مش عايز تعمليها عادي. انا زي ما قلت لك هي آآ مش محتاجة اصلا. بس هو كان عندي فانا حبيت ان انا آآ آآ زين بيه كده بالشكل الجميل ده. وديها شكل السنيكرز. بالشكل ده. عملتوا معكم طبعا قبل كده زود الشوكوراتة ده. ما هنبدأ بقى ان احنا نقطعها. بسكينة يستحسى ان تكون مش رشرة. بالطريقة دي. زي ما احنا شايفين كده. هي كده خلاص. طبعا انا آآ آآ اطعطها على حسب ما انا عم اعاوزها. يعني ممكن تقطعها بشكل السنيكرز. يعني بحتات صغيرة كده. ممكن تقطعيها بشكل السنيكرز. بشكل. يا شكل انت حبا يعني. زي ما احنا شايفين كده. شايفين قد ايه جميلة. وبصو ارتفاعها جميل ازاي. وهشة وحلوة جدا جدا. ايه رأيكم بقى في الجمال ده? طبعا اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعالوا الجرس. على تاني وصلكم كل جديد يا حلوين. ايه رأيكم بقى في الجمال ده? حلوة جدا وهشة جدا. شوفوا بقى معي شايفين بقى هشة قد ايه? ايه رأيكم? اتمنى طبعا تتجربوها وتقولون رأيكم في التعليقات. ان شاء الله اطلع معاكم جميلة واحسن من كده كمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.